يبقى انتاج الفدان من التمرات من الانتاج من الفدان من الارض المفتوحة تقالي حيقدي اه اندي عشر تلاف صوبة بيسوي مليون فدان حيقدي الى عودة ايه الساس مارتاني النقطة كمان الهمة تنمية الصادرات ان انا دلوقتي اللي ما ابدأ اكتفي محليا فالزيادة عندي لازم من انا ابدأ ان انا اصدره فتنمية الصادرات دي حاجة مهمة جدا انها حتشجع المستثمر انه هو ييجي انه هو عارف انه هو الجنيه او اللي حيسترف هيبدأ يرجع بالعملة الصعبة طبعا من خلال التصدير لكن لازم طبعا يبقى فيه بعض الحاجات اللي هي تتحط مثلا زي ما فيه بعض الكيود على التصدير بعض المشاكل اللي بتحصل لنتيجة بعض الامراض وانتشار الامراض ويبدأ يرش وبتاع طبعا الكلام ده كله زي ما احنا عارفين ما ينفعش لما اصدر حاجة عليها كيمويات عليها اللي يبقى ليها اثر متبكي يبقى له النسبة معينة لا تتعدهاش فكل الحاجات دي كلها عايزة من خلال منظومة معينة متكملة ان انا ببدأ اختار المكان اللي انا حبدأ استثمر فيه ابدأ اعمل مصنع جنبه اللي هو من زميه احنا لاجل بيزنس او ان انا الزراعات او الزراع المجمعات الصناعية ان انا ابدأ اعمل صناعات تقوم على الزراعة يبقى في الحالة دي انا قمت بالزراعة وفي نفس الوقت ما اهملتش الزراعة بدأت اجذب رؤوس الاموال من خلال مثلا الحاجات اللي هي دورة الرأس المال بتاعها سريع زي المحاصيل اللي هي ايمة على التزيير محاصيل الخضار وكده مثلا بعض المحاصيل اللي هي زي البرتقان زي ما احنا عارفين عندنا في مصر مطلوب على مستوى الدول البطاطس مثلا برضو مطلوب على مستوى دول كتير فكل الحاجات دي كلها هتقدي الى جذب رؤوس الاموال فهي من دمن برضو الحاجات اللي هي طلبنا تنمية الصدرات هتقدي طبعا أن أنا أقدر أن أجذب المستثمر تاني أو أرجع المستثمر تاني أنه يشتغل فيه أزرع كمان حبدأ أرجع ابن سماتيور المهاجر اللي هو الفلاحين المهرة أنه ما يرجعوا مرة تانية لأنه حيبدأ فيه عائد كويس يعني لما حبدأ فيه مستثمر شغال حيبدأ يستفيد هو طبعا نديا يبقى اليوم بتاعه أو بالشهر أو حسب ما حيتفي معاه حيبقى بالنسبة له عائد مجزي حيرجعت مرة تانية للأرض كمان توفير الآلات الزراعية اللي هيبدأ اللي طبعا مش هينفع برضهم فيه مساحات كبيرة عشان مستثمر يحيجي عايز مساحة كبيرة فطبعا بالتالي هيبدأ يبقى فيه آلات زراعية دي هترفع طبعا من الانتاجية هتقدي كمان إلى زيادة أو الانتاجية بتاعتها هتبقى هترتفع هبدأ أوفر فرص عمل لناس كتير اللي طبعا ما بيكون فيه آلات دخلت وفيه محاصيل وفيه فتحت أسوأ جديدة كمان طبعا من خلال الانتاجية العالية والجودة الكويسة هبدأ أن أنا أفتح أسوأ كتير كل الكلام ده بأقدر أنا أسرع أو بفبوتك معانا أن أنا أجذب وأرجع الاستثمار تاني إلى الزراعة اللي هو من خلال طبعا برضو حاجة دورة رأس المال اللي هي بتاعته بتبقى قصيرة زي مثلا إنتاج الدواجن وهذه برضو دورة الأسم وهذه بتعتبر موادتاج الدواجن داخل الزراعة دورة ما دخل استثمار فيها فدورة الأسم من بتاعتها بتبقى سريعة فالعائد بتاعتها يكون أسرع فهيجزب برضو المستثمرين هم بيبدو يشتغل يمكن إحنا عندنا يمكن قطاع الدواجن يمكن يعني الخطوات اللي بتتخذ في هذا المجال ينترى سيادتك إنها كافية؟ ومحتاجة بس إيه المتابعة إحنا عندنا بنفتقد دايما عندنا بدي بقى الحاجة كويسة بس ما بيبقاش فيه المتابعة أنا من غير المتابعة يبقى أنا الحاجة اللي كويسة عطهما لكن بالمتابعة طبعا هتزيد وحتنمو وتزدح شكرا جزيلا أستاذنا الجليل السيد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين كنت قلت لسياداتكم في بداية الحلقة إنه هنفرد فقرة خاصة عن الدعم الزراعي وتأثيره وأثاره وعايزين نتكلم فيه كده بما يرضي الله وقل لنا بساطة طبعا أنا عايزة أفرق بين حاجتين أولا الزراعة والفلاح أنا دلوقتي كدولة وكفلاحين عايزين نوصل لتنمية زراعية حقيقية بحيث إنه نوصل لأمن غزائي في كل المواد الغزائية ده رقم واحد للدولة تاني حاجة إن الفلاح ده كمواطن مصري الدولة عايزة ترضيه وعايزة أنه يكسب الفلاح دلوقتي أنا يعني يوسفني أنا أقول إنه دلوقتي يعتبر في أسوأ حالاته ليه؟ لأنه طبعا حتى الدعم زي ما جال الحج مجدي والدكتور واهبا الدعم ده ما بيستفدش منه الفلاح الصغير بالنظام اللي احنا عايزينه كدولة نعم يعني أنا لما أجد أدع عن مصانع الأسمدة بالمليارات عشان تديني السمات للفلاحين مصانع الأسمدة ما تدينيش السمات يبقى بتسرج الدعم لما أجد دلوقتي أقول إنه أنا بطلع في كل جمعية سمات لكل الأرض الزراعية مع إنه فيه أرض حوالي حتى 120 ألف فدان من الصغير الجايد بنت وبيطلع لها سمات ده عراح فين السمات بتاعها بينسيرك فيه ناس ما بتزرعش فيه ناس بتأجر الأرض